اشتركوا في القناة الفين واربعة وعشرين والتي نظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة تحت اشراف المجلس البحريني للالعاب القتالية اليوم وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية وشهدت البطولة حضور انجال سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن محمد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن محمد آل خليفة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة سعادة السيد كاريث براون ورئيس الاتحادين البحريني والاسيوي لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي جنبر وعادت من المسؤولين بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الولمبية البحرينية وعادت من رؤساء الاتحادات الوطنية وجمهور من محبي وعشاقي رياضة فنون القتال المختلطة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته هذه البطولة مؤكدا سموه أن هذه الرعاية تعكس حرص واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مواصلة الرعاية والدعم لجميع الألعاب القتالية بما فيها رياضة فنون القتال المختلطة وقال سموه أن رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية لم تصل إلى المكانة الرفيعة آسيويا ودوليا لو لا الرعاية والدعم التي كانت تحضى بهم من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي أسس لها الانطلاق المثالية ودفعها نحو التألق والتميز حيث ساهم ذلك في أن تحقق هذه الرياضة الانجازات المتواصلة والتي عززت من المكانة المربوقة لمملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وفي ختام منافسات البطولة قام سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بتتويج الفائزين وتكريم الرعاة مؤتمن يسموه حظا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة